أنا عارف أن الأستاذ جمال علام قال أنه هو مش أهلاوي هو ما قالش أنه هو مش أهلاوي هو قال أنه بيشجع فريق آخر ما عنديش مشكلة على فكرة أنه أنت تشجع فريق آخر ما عنديش أي مشكلة في هذا الأمر أنه أنت تبقى ما بتشجعش النادي الأهلي هو قال أنا بشجع الفريق الفلاني وهو حر أنا ما ليش دعوة بالكلام ده ولكن عندما تكون رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم يجب أن يكون هناك تفرقة ما بين أهواءك الشخصية وعملك يجب أن يكون هناك تفرقة ما بين أهواءك الشخصية وعملك مش أنا اللي قلت أن أنت ما بتشجعش الأهلي بتشجع نادي تاني ما عنديش والله ما عندي مشكلة يارب بتكون بتشجع عشر عنديها تاني ولكن الفصل في ال هو أنت اللي بتاخد قرار بتاخد قرار إزاي يا ترى عشان أنت بتشجع النادي الفلاني أنا الحقيقة كل اللي أنا بشوفه ده وكل الأخبار اللي واحد بيشوفها ده يقول إيه تخيل حضرتك أن المدير الفني لمنتخب بلدك رئيس الاتحاد بتاع بلدك طالع يقول رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأستاذ جمال علام طالع مع الأستاذ أحمد موسى مبارح فعلى ما سؤولت يقولك أصلا أنا كلفت كابتن محمد بركات وكابتن حازم أمام أنهما يشوفوا سير ذاتها للمديرين فنيين أجانب عايز أقول لحضراتكم حاجة قد يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد النهاردة في أوروبا أنا قلت يعني عشان ما عنديش المعلومة كاملة مش عايز أكملها لكن قد يكون قد يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم النهاردة موجود في أوروبا للتفاوض مع أحد المديرين الفنيين أو اتنين من المديرين الفنيين علشان يشوف في الأعضاء يوم الخميس اللي جاي إيه اللي ممكن يحصل ولكن خلينا أرجع مرة تانية اللي بنسمعه اللي بنشوفه بتخيل أن حضرتك رئيس الاتحاد كرة القدم المصري طالع في أحد البرامج وبيقيل المدير الفني لمنتخب مصر على الهواء مباشرة مهما كان المدير الفني أنا الحقيقة كنت من أشد المعارضين لوجود الكابتن إهاب جلال كمدير فني للمنتخب الوطني ولكن ما ينفعش المدير الفني للمنتخب الوطني يمشي بهذا الشكل خصوصا أن كابتن إهاب جلال رجل محترم بعيدا بقى عن الفنيات وبعيدا عن أن نحنا بنختلف معه كتير جدا جدا فيه أمور كثيرة جدا في الناحية الفنية يعني مثلا أنا في مباراة أسيوبيا يعني يا كابتن إهاب أنت شايف الفرقة عاملة إزاي وجهة نظر يعني أنت شايف الفرقة عاملة إزاي يا أخي تنطط كده ويعني تحرك على الخط كده يا كابتن إهاب ومن ضمن الحاجات اللي أنا أعترض عليها أنا مغلوب أسيوبيا منتخب أسيوبيا أنا أتكلم من ناحية الفنية في كرة القدم ليش دعوا بحاجة تانية المصنف 140 على العالم عمل فيه كده وأنت مصنف 32 اتعمل فيه كده اتحرق يا كابتن سخن سخن الدنيا قوم ده وحرق ده وجري ده وعمل ده كابتن إهاب بالحقيقة غريب جدا في رضي فعله هو هادي جدا للكابتن إهاب ووكي ما عنديش مشكلة ولكن لعيبتك بتاخد منك يا كابت أنا دي أنا بشوفها كده لعيبتك بتاخد منك ولكن هل ده معناه أن تطلع رئيس الاتحاد بالليل يقيل المدير الفني على الهوى يا أخي عيب 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 هل ينفع رئيس الاتحاد ياخد قرار بسبب حبه لنادي آخر هذا الكلام لو بيحصل أنا معرفش بيحصل ولا لا عيب ما يصحش ده النادي الأهل ده ممثل بلدك هو ممثل مصر الوحيد في هذه البطولة لغاية النهائي اللي تلعب كان من المفترض أن أنت تقف معاه قلبا وقالبا ممثل بلاد من هوب vني